هددها بفيديوهات فاضحة لها والبناتها أخو شرينة عبدالوهاب يستغيث أهلا بكم في قناة منوعات بوتة لأخبار الفن والفنانين والمشاير وأحدث ترندات على السوشيال ميديا يشرفني اشتراكك في القناة بس نتنساش اللايك والكومنت الجميل للمرة العشرة عودة شرينة عبدالوهاب لحسام حبيب نشر محمد عبدالوهاب شقيق شرين بوست على حسابه الرسمي على الفيسبوك بيقول حزبي الله ونعم الوكيل بعد الضرب والإهانة شرين رجعت لحسام للمرة العشرة اللهم إني بلغت اللهم فاشهد إني عملت كل اللي علي وإنت شاهد لا يغير الله قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وده على حسابه الرسمي وبعد أزمتها الأخيرة معاه وضربها وتحريرها محضر ضده في اسم شرطة التجمع واتهمته بسرقة خواتم ودهب ومبلغ مالي من الدولارات بعدها اتنازلت عن المحضر لأنه دخل بنتها في الموضوع وقال كنت بمنعها من أزيد بنتها وبعدها خرجت على بيت والدتها وكانت مقيمة عند والدتها وأخوها وأختها كانوا بيساعدوها على التعافي وإن هي تتخطى الأزمة إلا أن طلع محمد عبد الوهابي يستغيث ببوست على الفيسبوك إنها رجعت له تاني وصرح المقربين من شرين إن حسام حبيب متحكم في حياة شرين الشخصية والمهنية وإن وضع كاميرات مرأبة بيصورها هي وبنتها وبيهددها بنشر الفيديوهات هي وبنتها أنا مش فاهمة هي الدنيا ما فيهاش قانون ولا هي ليه خايفة منه كده حتى يعني كفاية كفاية هو ضمرها الغريب بقى إن هو صورها وهي بتتعاطى مواد مخدرة وفي لحظات هي فيها غايبة عن الوعي وكمان مضاها على توكيل بالتصرف في كافة أمورها وهي فقدة الوعي والصدمة الكبيرة إن شرين دايما خايفة منه إن هو